علي سلبية ونجح فيها بنسبة 100% صح وأتمنى أتمنى قطر السيد محمد صلاح مركزه الأساسي والرئيسي وينجر لو سمحت ما تلعبش محمد صلاح بلا المكان ده هتستفد منه كتير قوي قوي فرقت عشوتي التاني والمتعة اللي شفتها من محمد صلاح سنقية محمد صلاح وزيزو متعة فكور ممكن نقشك في النقطة دي اتفض بحيث محمد صلاح لما بيتحرر من مركز الجناح تحديداً مع منطقة مصر ما عندناش حد بصراحة كلمة بصراحة سيباك من كسة ليفربون هو بيلعب من مركز الجناح في مركز الجناح في ليفربون بس مع منطقة مصر تبعيز اللي بيحرك اللعب اللي بياخد الكرة بيستلمها من تحت ويبدأ يوزع اللعب صلاح مثلاً لو تفتكر مع كوبر أو حتى مع كيروش اللعب كله بيتحرك ولازم الكرة توح لصلاح في الآخر بتحس ان صلاح طول الوقت متكتف مش هو اللي بيخرج اللعبة طول الوقت لما صلاح بياخد الحرية بحيث ان هو بيحرك المنتخب كله طب انا هسيبا حزبة تاني اتفضل احنا وصلنا كم مرة شوت التاني عن طريق زيزو صلاح اكتر من خمس ست كور وخطر والجون جيم دي الشكل ده ما يبقاش عندي ميزة يا كريم في الفنية في الملعب وفقت الميزة دي عشان ابتدي حركة جيم كله انا دلوقتي جوارديولا قال كلمة 2 ومين جداً قالك لما بيكون عندي مشكلة في مكان ما غيرش مكان بمكان لأ انا خلي المكان اللي شغال وانزل اللعب تاني في المكان اللي في مشكلة حتى لو اللعب ده بيلعب المركزين عشان ما بوصل المكانين وجود محمد صلاح في مركز الوينجر في مكانه اللي بيلعب فيه في ليفربول هيجيب لك جون كل ماتش هيعمل لك هجمة هيعمل لك انفراضة هيعمل لك سروة هيعمل لك أسست هيعمل لك اللي المفروض احنا منتظرينه من محمد صلاح عشان الناس اللي بتنتقد محمد صلاح في الكورة ما تشوفش محمد صلاح وعيش الناس بتشوف محمد صلاح وعيش ليه عشان تغيير انت قلت كلمة في الانترو برضه مهم جداً محمد صلاح ليه في 3-4 ميك النهاردة طب انا ليه في ظل ان هو في مركز الوينجر عارف انا ممكن اقبل دي امتى في التغيرة بتاعة القفة الأخيرة اللي خلاص المطشب ينتهي وانا عايز اقامل نص ملعبي مش عايز اخسر بزود واحد دفاعياً بزود واحد هجومياً لان انا عندي عندي الكوالة بتاع العيب اللي يقدر يعملك الشغل الفني في نص الملعب بتاع ان يبتدي هو يوزعلك الكرة في قلب الملعب يعني النهاردة مثلاً انا شوفت ناصر ماهر في 10 دقايق او 5 دقايق من اجمل الخمس دقايق اللي اشوفهم لنصر تغييرها تأخرت جداً جداً وناصر ماهر لو نزف بدري شوية هنهوصل اكتر من كده اللعيب الوحيد اللي بيعرف يستلم تحت ضغطه يلف ويبقى بوشوف ثانياً نعم كرياتر يعني يديك حاجة فيها إبداع بياخد يروح أجونه على طول بس الكابتل حسام مفكرش مثلاً انه لا انا مش ههد منظومة وسط الملعب كان قلقان شوية يعني يقولك ايه لو ما كسبتش مخسرش حلو يبقى احافظ على مكان محمد صلاح يعني انا النهاردة لا ما كان بكى عن ناصر مهر يعني التغييرها تأخرت مثلاً ان الكابتل حسام كان بيفكر كده ما عنديش مشكلة متقبلها ميش اه هي متأخرة بس يعني اشتريت ميش زي ما بيتقول كده ميش ماشي بس الفكرة في ايه اني ده وجهة نظر الشخصية انا مش عايز ابوز مركز محمد صلاح اللي بيبدع فيه اللي بيلعب فيه في احسن عندها في العالم واحسن دوري في العالم وكل سنة بيطلع هدف الدوري بيطلع من هدفين الدوري بيطلع نمر واحد في ليفربور في المكان ده لما باخده محطة تاني انا باخد منه كتير قوي قوي من مستوى ومن طريقة اداءه من انسجامه مع المكان نفسه لان اخد بالك برضو لما انا بقى متعود ان انا اخد الطريق ده على طول على طول على طول طول الوقت انا بمشي الطريق ده واجي فجأة ممكن الاقي مطبق قدامي